بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد ولمحمد أشكركم جميعا على هذه الوقفة طبعا أعرف نفسي أنا زوجة المسقب جنسية فرهاد خرشيد والمبعد عن البحثين وأختي المعتقل محمد عبد النبي غلوم طبعا أتكلم عن أخي محمد أخر زيارة كانت لنا شهر اثنين وكانت الزيارة الثانية لنا تاريخ عشرة من مارس ومنعونا من الزيارة ومن ذاك التاريخ ليه تاريخ 14 ما كان عندنا أي علم إلا تاريخ 20 مارس شفنا مقطع من فيديو على قناة اللؤلؤة أخي مغشي عليه وينزف دما ولا يستطيع أن يتنفس فذهبت في اليوم التالي إلى مكتب التظلمات وحاكمتهم بالفيديو طلبوا مني نسخة من السيدي وأخذت لهم النسخة طبعا بلا جدوى ما سووا لي أي شيء وتم اعتقالي من هنا وتم تهديدي بعدم الذهاب حتى تاريخ 19 أربعة اتصل بنا وقال من لديه زيارة وذهبنا له لم أعرف تغير ملامحه اشتد لونه إلى الإسمرار أصبح نحيفا لا يستطيع حتى أن يمشي يعني ما تمالك نفسي الكل قاعد يصيح فقال لا تصيحون جدا ظالمين ما بيرحمونكم لا تصيحون لأن أول ما بيدخلونا بيردون بعذبونا ما يفتكرون نحن قلنا لكم شيء شكرا